موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين في سلسلة جديدة من برنامج أفاق نواصل فيها الحديث عن البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة وفي هذه الحلقة ما زلنا نناقش مفهومة ديمقراطية وفقا للمنظور السياسي الإسلامي رحب بضيفنا عضو الأمنة العامة لمجلس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي أهلا بك دكتور معنا مرة أخرى في هذه الحلقة وأبدأ معك دكتور من حيث توقفنا في الحلقة الماضية في مسألة التحاكم إلى الأغلبية في النظام الديمقراطي وطرح مشاريع القوانين والتشريعات في داخل البرلمان للتصويت من قبل أعضاء البرلمان هناك من يرى من منظور إسلامي أن مجرد التصويت على منع ما يخالف الشريعة الإسلامية حتى التصويت بالمنع وإقرار ما قررته الشريعة يعني شيء مخالف وشيء محرم شرعا هل يجوز لأعضاء البرلمان رفع الأيدي والتصويت على أشياء قطعية في الشريعة الإسلامية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أرينا الحق حق ووزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطل ووزقنا اشتنابه ولطف بينا بما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين أما بعد أهل وسلام بك أخ خالد وبالإخوة المشاهدين الكرام فيما يتعلق بموضوع التشريع أول أصلا البرلمان أو السلطة التشريعية هي لها مرجعية عليا متمثلة في الدستور والدستور في نص صريح وواضح أن الإسلام هو دين الدولة وأن القوانين مستمدة من الإسلام وكل ما يخالف القطعيات فهو باطل وبالتالي أي تشريع في السلطة التشريعية يخالف قطعيات دين الله سبحانه وتعالى فهو باطل بحكم مرجعية البرلمان للدستور وبالتالي هنا تأتي دور المحكمة الدستورية العليا في النظر فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات هي تنسجم مع دستور الدولة أم هو مخالف لدستور الدولة لكن موضوع مثلا الاستفتاء على الحلال أو الحرام هو طبعا أي مسلم حين نحاس لحكم الشريعة فيما يتعلق بالقطعيات وبالثوابت بهذه من المسلمات وربما تتاح فرصة للعلماء أو المفكرين أو المثقفين يبينوا العلة من هذا التحريم وما هي الفوائد وما هي المقاصد فيحدث نوع من الإثراء الفكري والثقافي والديني وهذا جزء لأنه عادة كثير من الناس ينظر للبرلمان ينظر أن البرلمان هو فرصة للنفوذ هو فرصة للمال العام هو فرصة يكون وضع الاجتماعي أفضل من أي ذي قبل لكن هو في الحقيقة السلطة التشريعية أنت لما تقدم إليها هي أنت تمارس عبودية لله سبحانه وتعالى من خلال عضويتك في هذا المجال يعني فيه عبودية لله متعلقة بالرئاسة بالرئيس كيف يتعبد الله سبحانه وتعالى برفع الظلم وبيقامة العدل وبخدمة شعبة ابتغام رضاة الله فهذه قليل من الناس من يفكر بهذه العقلية ولهذا العز بن عبد السلام أحد الفقهاء الكبار في تاريخ الأمة الإسلامية رحمة الله عليه قال أكثر الناس أجرا الحاكم إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى فكم من قرار يرفع به مظالم وكم من قرار يقيم به عدل ويقيم به مؤسسات قضائية وكم من قرار يصلح حال الناس الاقتصادي والصحي والتعليمي فبالتالي العبودية لله من خلال المنصب الرئاسي ابتغام رضاة الله كيف يطبق ذو القرنين وكيف يطبق داود عليه السلام نفس العملية أصلا في المجتمع الإسلامي أصلا السلطة التشريعية أو البرلمان يفترض أنها تمارس مفهوم العبودية الشاملة لله سبحانه وتعالى من خلال خدمة الشعب ومن خلال التشريعات العادلة والتي فيها رحمة وفيها حكمة ولا يوجد فيها عبث وتوجد فيها مصلعة لصالح هذه الدولة ولهذا الشعب وكذلك السلطة التنفيذية تماشيا مع هذه الرؤية الآن طرح مشروع قانون في داخل البرلمان للتصويت على إجازة أو منع ما يخالف الشريعة الإسلامية هناك من يحرم حتى مجرد مشاركة في التصويت على مشروع القرار حتى لو كان نتيجة التصويت تماشيا مع الشريعة ومنع هذا الإجراء هو الذي يعمل على أن شيء محرم يقول أنه حلال فهذا لا شك أنه ذنب ومعصية وخطأ لكن الذي يدافع عن أحكام الشريعة ويصوت من أجلها ويبين عظمتها ورحمتها وعدالتها لا شك أنه عند أجر عند الله ويبقى القول للبشر يختلفون سأعطيك مثال دكتور للتوضيح أكثر في ليبيا عندما طرح مشروع قرار لمنع التعامل بالربا في المصارف الليبية في داخل المؤتمر الوطني العام وكانت نتيجة التصويت بإقرار هذا المشروع وأصبح هناك قانون يمنع التعامل بالربا في المصارف الليبية هناك من حرم وانتقد مشاركة أعضاء المؤتمر في التصويت حتى أولئك الذين أيدوا مشروع القرار وقروا منع التعامل بالربا ما مدى دقة وصحة هذا التوجه؟ هو ليحرم ولا يحلل هنا ترجعنات للمرجعية القضايا الأمنية في البلاد لترجع لمن؟ لأهل الاقتصاد والقضايا الأمنية اللي حياتهم كلها أخذوا دورات وتعلموا في كليات الشرطة واستفادوا من خبرات العالم القضايا الاقتصادية ترجع لأهل الخبرة القضايا الاجتماعية ترجع لأهل القضايا الهندسية القضايا الطبية يعني هنا فأسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون من هذا الذي حرم؟ من اسمه؟ هل هو عالم؟ هل هو فقيه؟ هل شهدت له الأمة؟ إن هذا الرجوع تحصل على شهادات عليا فيما يتعلق بالشريع؟ أو ياسم ما تحصلش على شهادات عليا درس في حلقات العلماء هل شهد له بالعلم من علماء البلد؟ أقصد في أي بلد؟ من هذا العالم؟ من هو؟ أنا اللي أعرف أن دار الإفتاق قدمت هذا المشروع أو بأغلبية كبيرة هذا اللي أعرفه يعني دكتور ترى بجواز المشاركة في التصويت على مشاريع قوانين لإقرار وتثبيت أحكام الشريعة من خلال هذه القوانين هذا الذي تم علماء البلد ماشوا في هذا الاتجاه والآن شكلوا لجنة هناك من تقدر الموضوع؟ من من؟ أسمي لي لا يحضرني أسماء ولكن سأعطيك أمر آخر أي فكرة أشوف أنت أخذها قاعدة أي فكرة الناس يختلفون عليها أي مستحيل في الجو الشوري والجو الديمقراطي أن الناس تجتمع على كلمة واحدة في استحالة يعني حتى في عهد النبوة كان سيدنا أبو بكر عند راي وسيدنا عمر عند راي وسيدنا علي عند راي وسيدنا عثمان عند راي لم يكن رأي حينها في أشياء قطعية دكتور يعني المسألة الذين ذهبوا لحرمة المشاركة في التصويت على ما هو قطع في الشريعة الإسلامية يرون بأن هذه أحكام عليا وليس عليها خلاف وأنها أمور قطعية وبالتالي لا يجوز حتى التساؤل حولها أو طرحة للتصويت بين الإقرار والمنع يوجد في وجهة نظر يجانب التصويت هي فرصة لبيان عظمة هذا الحكم وبيان فوائدة وبيان المصلحة المتحققة على الدولة وعلى الشعب وبيان تركة من هي المخاطر التي يترتب عليها فهي فرصة للدعوة إلى الله هي فرصة لبيان عظمة التشريع هي فرصة لبيان المقصد هي فرصة لبيان العلة هي فرصة في دفع المفاسد لجلب المصالح فبالتالي هو مجال من مجالات الدعوة لكن المنطق لا يقبل أن يتم طرح حكم قطعي في الشريعة الإسلامية للتصويت ما بين البشر فيما يتعلق في موضوع الرباء الناس اختلفت هل هو فوريا أو بالتدرج وله مفاسد وله مصالح وجاءوا بعض الخبراء المختصين وهم من أنصار تحريم الرباء وجلسوا مع دار الإفتاء وتحدثوا في هذا الموضوع وأن قالوا أن يحتاج لتدرج لكن من حيث الهدف ومن حيث التحريم الجميع أظن متفق على ذلك لكن على الآلية للوصول إلى ذلك الهدف بعض الناس قالوا تحتاج إلى تدرج بعض الناس قالوا أن لا يمكن في لحظة واحدة بعض الناس قالوا تحتاج زمن بعض الناس فهذا كلها داخل في الاجتهادات اللي هو هدفها تحقيق المقصد اللي هو هدفها تحكيم الحكم اللي هو هدفها دفع المفاسد وجلب المصالح لأن الشريعة كلها قائمة على دفع المفاسد وجلب المصالح طيب مثال آخر دكتور ربما يقرب الصورة أكثر إذا ما قلنا أن في دولة مسلمة هناك قانون يبيح بيع الخمور ولا يمنع ذلك وتم الذهاب إلى اقتراح مشروع قانون لمنع بيع الخمور هل يجوز طرح مشروع القانون والمشاركة في التصويت عليه في داخل البرلمان أم أنه يجب إصدار القانون بشكل مباشر دون طرح للتصويت هو فتق الله ما استطعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فتختلف الشعوب الإسلامية من منطقة إلى منطقة هناك دولة مقيدة للتشريع انتاحها بالأصلا تشريع بالمرجعية العليا بالإسلام وبالتالي لما يأتي قانون يشرع الخمور يصطدم على الدستور هناك دولة ثانية مثلا دستورها لظروف تاريخية وصراع بين المستعمر وبين المسلمين خضعت للدستور العلماني مثلا تركيا فجاءوا الناس وحرموا حتى الحجاب في المدارس والجامعات فجاءوا هؤلاء الناس اجتهدوا مع الوقت ومع الزمن واستطاعوا أن يشرعوا شفت أنظر هذا النظام العلماني في تركيا يمنع المحجبات من دخول الجامعات والمدارس والوظيفة سابقا تمام جاءوا هؤلاء الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله من خلال التجربة الإنسانية وصلوا للحكم فعملوا على التشريعات التي تنسجم مع قيمهم مع عقيدتهم وأعطوا حق المرأة أرادت تتحجب تتحجب أرادت تتبرج هي حرة فأي أما أكثر حرية هنا الأشخاص الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا أم الأشخاص الذين هم آمنوا بالفكر العلماني على حسب ونا وجد نظر أن الفكر العلماني يجعل من حق المرأة أن تتحجب أو تتبرج لكن أحيانا تستخدم بالعسف وبالمنع كما حدث في مثال في تركيا فهؤلاء عملوا بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا هو السياسي فن الممكن والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كان في محاربة للخطباء في محاربة للآئمة في الفترات العقود السابقة الآن كثرت المعاهد الخطباء والآئمة بل تضاعفت بحشرات الألوف كان فيه تضييق على تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى الآن تضاعف حتى الأعداد الحفاظ مثال في دولة دستورها علماني واللي وصلوا للحكم لهم مرجعية دينية أو إسلامية أو قيم أو مبادئ أو بالتالي حققوا كما نقول نحن في فن الممكن فن فتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن هناك رأي يطرح بأن هذا مخالف لتعاليم الإسلام وبأنه يجب تغيير ما يخالف الشريعة الإسلامية من خلال إعداد العدة واستخدام القوة لإحداث التغيير بالقوة وليس التدرج والمشاركة في شكل إجراء يخالف ما شرع الله لتغيير هذا الأمر المخالف للشريعة لا قوة أقوى من قناعة الشعب بدينه وبأحكامه وبشريعته وبالتالي الذي يقرر هو هذا الشعب المسلم الذي رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله من خلال اختيارات المتمثلة في البرلمان أو في السلطة التشريعية وبالتالي فرض أحكام الله بالقوة غصبا على وجهة نظري ما نشمع هذا الكلام وبالتالي الدولة الإسلامية بطبيعتها الشعب الدولة في المسلمة في المدينة كان الشعب كل مقتنع بشريعة الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يحصل لها ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة وبالتالي الفرض بقوة السلاح لفكرة معينة يظنها الشخص إن هي شريعة وأحيانا يخرج خاطئ أصل حتى في تطبيقة نتيجة جهل أو عدم معرفة أو عدم مرجوع علماء أنا لست مع هذا الخط ولا هذا الاتجاه وإنما الشعب هو الذي يقرر بإرادته الحرة فيما يتعلق بمرجعيته العليا وأنا لا أشك في أي شعب مسلم لما تتح له الفرصة أن يتجاوز مرجعيته المتمثلة في القرآن والسنة طيب هناك من العلماء من انتقد التعددية التي هي أساس من أسس الممارسة العمل السياسي في الديمقراطية والتي هي أساس التداول السلمي للسلطة في الديمقراطية وذهب إلى وصف هذا الأمر بالبدعة التي تقسم المجتمع وإذا سألتني عن الاسم في هذه المرة سأعطيك اسم يعني أحضرني اسم العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب لا نقول لا نبيش لكن دعنا نقش الفكرة هؤلاء الناس استدلوا قالوا في قول الله تعالى وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فقالوا الأحزاب بنص القرآن هذه سيئة استحوذ عليهم الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاصرون فذكرت بصفة السلب لما نرجع للمفهوم الأحزاب الذي ذكر في القرآن الكريم ذاك حلف غطفان وحلف بني قريضة وحلف قريش في محاربة دين الله سبحانه وتعالى فتجمع كان على الباطل تمام لكن الله سبحانه وتعالى قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فجاء مدح لحزب الله سبحانه وتعالى المتمثل من اجتمعوا على طاعة الله وعلى الخير وعلى وثم فكرة الأحزاب بمفهومها المعاصر والحديث اللي هي تقدم خدمات للشعب يعني برنامج حزبي أنا نرى أن الأولوية في برنامجي وليخدمة شعبي الجانب الصحي بعض الناس يروا الجانب التعليمي بعض الناس يروا الجانب الاقتصادي بعض الناس يروا الجانب الأمني فهذه فكرة الأحزاب المستقرة المصطلحات القديمة التي أطلقت عليها فكرة الأحزاب لا تنطبق عليها لأن الآن الأحزاب شون فكرة الأحزاب مجموعة هما من البشر اتفقوا على أهداف جميلة في خدمة شعبهم ورأوا أن الطريق الديمقراطي والدخول للانتخابات والوصول للسلطة حتى تنفذ تلك الأهداف العليا فبالتالي هنا لما هذه الأحزاب هذه الأحزاب تتقيد بالمرجعية العليا يعني تتقيد بدستور الدولة تمام؟ نعم تتقيد بدستور الدولة بالتالي هنا يبقى هذا خلاف يسمى تنوع وليس خلاف تضاد فخلاف التضاد شيء وخلاف التنوع شيء آخر وبالتالي فيما يتعلق بالأحزاب في الدولة الإسلامية ذات المرجعية العليا في دستورها أن الإسلام هو مصدر جميع القوانين هذا يسمى خلاف تنوع بمعنى أن مجموعة من البشر آمنت ببرنامج سياسي معين لخدمة البلاد وقدمت نفسها للمواطنين للخدمة فبالتالي هو خلاف تنوع طيب هذه الفكرة باتت واضحة لكن عندما يأتي عالم من علماء المسلمين عالم معتبر أثنى عليه علماء كبار ويرى بأن التعددية بدعة تقسم المجتمع وبأن الحزبية من الجاهلية هكذا يصف هذه الأدوات الديمقراطية ألا تجد هنا أنه من الواجب على من يتصدرون التنظير السياسي الإسلامي المعاصر أن يتصدوا لهذا الأمر ولهذه المسألة ويعطوها حقها من الدرس والبحث وضع أحكام ثابتة لرد على هذا الرأي العلمي أو ربما لتخطيئته بأدلة تجعل من الرأي المضاد رأيا قطعيا يسمح باتباع هذه الأدوات هو أولا من حق كل إنسان يعبر عن أراء أو عن أفكار من أي شخص يعبر عن أراء أو عن أفكار سواء كانت وسطيك سواء معتدلك سواء كانت منفتحة سواء كانت مغلقة سواء كل إنسان يعبر عن أراء لكن دكتور الرأي عندما يأتي من عالم معتبر ويتبعه طيف واسع من المسلمين هذا يحدث انقساما في داخل المجتمع الإسلامي ويجعل طائفة كبيرة من المجتمع لا تشارك في العمل الديمقراطي ولا تمارس حق التصويت والانتخاب وأنت تعرف دكتور ما ينتج عن هذا العزوف الشعبي في المشاركة نحن مش نؤمن بحرية التعبير وبحرية الأراء وبحرية الأفكار واللي بيدخل في العمل السياسي يدخل اللي بيقعمل سي بيتها يدخل اللي بيكون حر هو حر اللي بيدخل فيه حزب يحترم دستور الدولة عندما يأتي الموقف عن بينا دكتور وليس عن سوء فهم أو عن خطأ في تقديم الأمر اجتماع الناس على رأي واحد مستحيل فهناك شخصيات أصلا بطبيعتها لا يمكن أن تكون في عمل منظر طبيعتها هكذا شخصيات عامة وفيه شخصيات أصلا لا يبداعها وقدرتها على الانتاج من خلال رؤية من خلال تجمع معين أولا ناتي للتاريخ الإسلامي نحن تكلمنا أنهم استدلالاتهم استدلوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما نرجع لجانب التفسير الآية نفسها هذه متعلقة بغطفان متعلقة ببني قريضة متعلقة وإن مفهوم الحزب أصلا جاء متأخرا الآن وهي مجموعة من الناس آمنت بأهداف وتجمعت عليها لتحقيقها من خلال الوصول للسلطة ولتنفيذها لترجع بالخير على الناس سواء في المجال الطبي أو في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي لكن تعال التعددية بطبيعة التعددية الإمام مالك له مدرسة وله تلميذة هذه مدرسة المالكية شعوب أخذتها الإمام أحمد له مدرسة وله أصولة في فهم الشريعة الإمام الشافعي له مدرسة الإمام أبو حنيفة المدرسة الرأي واستخدام العقل بل تبنى المذهب الحنفي تبنى تدول الدولة العباسية منفتحة كبير وهائل والدولة العثمانية أيضا تبنات المذهب الحنفي الظاهرية مدرسة موجودة بالتالي هذه والهاء أصعابها والهاء المتعصبين لها فبالتالي هذه التعددية واضحة في الفكر السياسي وفي الفكر التشريعي الإسلامي تمثلت المدارسة الفقهية التي هي أشهرها المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي لكن هو المدارسة الفكرية أوسح في الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي الإمام الطبري كان عند مدرسة فقهية مختصة به الإمام صفيان الثوري أيضا نفس العملية الإمام البخاري أيضا يعتبر محدث ويعتبر فقه وبالتالي التعددية والتجمع حولها من تلاميذ ومن أفراد ومن ناس مؤمنين بهذه المدرسة هذا يسمى خلاف تنوع هذا يسمى إثراء للفكر الإنساني وبالتالي ما دام متقيد بدستور الدولة ما فيش ما يمنع والله أعلم ومن حق الآخرين أن يعبروا عن آراهم وعن أفكارهم طيب على هذا الأساس مسألة حرمة المشاركة في الانتخابات أين تضعها دكتور؟ المشاركة في الانتخابات وين في الدولة ذات المرجعية دستورها واضع ومعالمها؟ في حالة ليبيا في انتخابات المؤتمر الوطن العام في انتخابات مجلس النواب كان هناك من يدعو لعدم المشاركة في الانتخابات من باب أنها حرام شرعة فكرة الانتخابات في حد ذاتها لها وصولها الفكرية والسياسية في الفكر السياسي الإسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية ولما جاءوا الأوس والخزرج وكان عددهم 73 واثنين من النساء حتى النساء شاركاً يعني وأخذ القرار بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قرار ميلاد الدولة الإسلامية ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اخرجوا لي اثني عشر نقيبة يقومون عنكم يعني أنا بنتفاهم عن العدد هذا كله أنتم اختاروا فيما بينكم من يمثلكم فاختاروا 12 نقيب من نقباء العنصار والأوس هل هذا انتخاب أم ماذا هذا؟ ففكر الانتخاب اختارهم شخص أو اختارهم مجموعة 73 75 مع بعضهم 75 هم اللي أفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عينش ما قالش أنا نبي فلان وفلان 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 عليه الصلاة والسلام قال لهم اخرجوا لي اثني عشر نقيبة واذا ثابت يعني مفيش لا وضع لا في ضعيف لا فيها بالتالي النبي عليه الصلاة والسلام ما تعاملش مثل بعض الملوك ولا فلان تعيين فكرة التعيين في المرلمانات ولا في المجالس لا انتم هذا معتمر العقبة الثانية اخذ قرار بميلاد الدولة الإسلامية في الخمسة وسبعين وهذه أول كما نقوله نحن يعتبر تجمع دستوري اخذ قرارات مصيرية لصالح الإسلام والمسلمين بأخرجوا لي اثني عشر نقيبة الخمسة وسبعين بما فيهم النساء اختاروا اثناش من النقباء هذا انتخاب ولا يش تسميه هذا هذه نقطة وايضا الجانب النسبي لان كان الخزرج ثلاث أضعاف عددهم من الأوس فكان النقباء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وبالتالي الاختيار النسبي فيما يتعلق ايضا نفس العملية في موضوع آخر نعطيك موضوع آخر في غزوة هوازن لما الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على هوازن وأخذ كيف ما نقول غنايمهم وأخذ نساءهم وأطفالهم فجاءوا بعدين تائبين وراجعوا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروه إنه هو أصلا عليه الصلاة والسلام ورضع عند بني سعد اللي منهم هوازن وإن حليمة السعدية اللي رضعاته وإن أخته الشيماء قصة معروفة في السيرة النبوية وقالوا لأ ودخلوا في في الإسلام وجاءوا تائبين فالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا تبقوا لأ غنايمكم أنعامكم والله نساكم وأطفالكم قالوا لأ أنسابنا وأحسابنا أحب إلينا فقال بالنسبة لي وبني هاشم كل هذه مردودة إليكم أما فيما يتعلق بالآخرين نسأل الناس فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فالأرسل والخجرش كل المسلمين جلهم قالوا نحن مع رسول الله فقال هذا من يكفينيش نبي العرفاء ورفاء كل قبيلة من القبائل كم يأتوني يبينوا لي هذا الأمر فهم اختاروا هذه القبائل من يمثلها وأتت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فكر الاختيار من حق الناس أن يختاروا سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه رضاه لما صار خلاف على سعد بن أبي وقاس في الكوفة هو عين سيدنا عمر وكوالي الكوفة فجاءوا أهل الكوفة ونقدوا سيدنا سعد بن أبي وقاس بالباطن مش بالحق فسيدنا عمر حتى يخرج من هذا الإشكال قال لأهل الكوفة اختاروا من تريدون اختاروا من تريدون ولاية كاملة بالإطلاق دون وضع محددات أخطاروا اللي أنتوا بتلتقوا عليه أنتوا من اللي اختاروا أعطاهم حق الاختيار ففكرة الانتخاب والاختيار أيضا في موضوع اللي تحدثنا عنه في المنافسة بين سيدنا علي وسيدنا عثمان مش قلنا احنا ستة اللي رشحهم سيدنا عمر من الصحابة طالحاء وسعد وعبد الرحمن والستة المعروفين والزبير باقي مش اختمت تلاتة تنازلوا وتلاتة اصبحوا في المنافسة على الرئاسة على منصب الرئاسة بعدين سيدنا عبد الرحمن بن عوف خرج وقال أنا نشرف على العملية الانتخابية باقي وتمت المنافسة بين من بين سيدنا علي وسيدنا عثمان سيدنا علي ما تنزلش العثمان قال أنا ننسحب ونعطيها لسيدنا عثمان أراد أن يتقرب إلى الله بخدمة الأمة وخدمة الشعب من خلال منصب الرئاسة ومنصب الخلافة وسيدنا عثمان نفس العملية بعدين سيدنا عبد الرحمن شوف النقطة مهمة جدا حتى الفقه السياسي أن عند الصحابة ما اكتفوش بالستة أن الستة يختار واحد بينهم أن حق الشعب في الاختيار وليذا عبد الرحمن بن عوف بقى ثلاث أيام لا يكتحل بنوم ويسأل في الناس يسأل في النساء ويسأل في الشباب ويسأل في القادة هذا انتخاب ولا إيش لما كانت الأصوات شو الفرق بين هذك الوقت على كل دكتور أعذرني المقاطعة وهذا الموضوع سنعطيه يعني مساحة أكثر للمناقشة والحديث خاصة عندما نتحدث عن الشورى في الإسلام وأيضا مسألة البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة أعذرني فقط لأننا وصلنا لنهاية لكن نحن كل الأغاية نعم واضح عضو الأمان العام لمجلس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي أشكرك جزيل الشكر وأشكركم أيضا مشاهدين على متابعة هذه الحلقة حتى ألقاكم دمتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة